يوافق اليوم ذكرى الثالثة والستول للنكبة الفلسطينية في هذه الذكرى نتوقف على أبرز الإحصائيات المتعلقة بها عام 1948 تم تهجير نحو 800 ألف فلسطيني من قره ومدنيهم أيضا من أصل مليون و 400 ألف مواطن كانوا يعيشون في فلسطين التاريخية عام النكبة سيطرت القوات الإسرائيلية على 774 قرية ومدينة فلسطينية هدمت منها 531 قرية وقتل حينها ما يزيد على 15 ألف فلسطيني ارتكبت إسرائيل قرابة 70 مجزرة عدد الفلسطينيين عام 48 كان مليون و 400 ألف نسمة وتضاعف منذ حينه 8 مرات إذ بلغ هذا العام قرابة 11 مليون نسمة في فلسطين التاريخية يعيش الآن 500 ألف فلسطينيين مقابل 5 ملايين و 700 ألف يهودي أما عدد اللاجئين الفلسطينيين فيبلغ 4 ملايين و 800 ألف لاجئ يشكلون 43.4% من مجمل الفلسطينيين في العالم يوزعون بواقع 60.4% في كل من الأردن و لبنان و كذلك سوريا و 16.3% في الضفة الغربية و 23.3% في قطاع غزة عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في المخيمات يصل إلى مليون و 400 ألف شخص يعيشون في 58 مخيما تتوزع هذه المخيمات بواقع 10 مخيمات في الأردن و 9 في سوريا و كذلك في 12 مخيما في لبنان و 19 مخيما في الضفة الغربية و 8 مخيمات في قطاع غزة